وهذا اللي أنا يعني كنت أعنيه بالأخذ بالأسباب التحديات المسئوليات الكبرى وأن النادي الأهلي من كلام الكاب الخطيب اللي وضح بسرعة كده في عنوين حجم الالتزامات الهائل الذي يقوم بيها النادي الأهلي لدعم إنشاء البنية الأساسية وفروع نادي الأهلي والامتداد إلى مناطق تخدم الشعب والرسالة المجتمعية اللي يقوم بيها النادي الأهلي وكمان لما تكلمه قرر وأكد مرة تانية مصلحة مصر فوق الجميع وده اتكرر فيه مشهدين بس هذا العام المتخب اللي يقوم بيه عندما قرر النادي الأهلي أنه يلعب أربع مطشاط فيها مخاطرة هائلة بفرص النادي الأهلي في الدوري ينقصه أربع أو خمس عناصر مهمين جدا من دعماته الأساسية لصالح منتخب الإلومبي ما قالش لا مش حلعب غير لما تنتهي البطولة ويرجع لللعبة يتكرر الأمر وهذه المرة في محفل أصعب كثيرا اللي هو بطولة العالم الأندية النادي الأهلي عيروحه بقبلة العالم أحد الناس الكيانات اللي هكتب عليها بشكل يكاد يكون يومي ولذلك رب ضرة النافعة والله يكافئ دائما المجتهد عندما يقار النادي الأهلي يلعب بالنشئين في 85 يكسب كاس مصر ويكسب الزمالك ثم 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 والآن الأهلي يخوض هذا يعني التحدي الهائل جاي سنة فتن من ثالث برزية العالم مش عايز يعني يخزي الجماهيره في أقل من هذا فيلعب بهذا النقص الحد في الصفوف يلعب في ظل إصابات كثيرة يلعب في ظل إرهاق جامد جدا ليه عناصره الدولية فيكرر الأمر ويكافئ أيضا ولكن أيضا هو تحدث أستاذ إبراهيم على فكرة أنا مش هستنى أنا عايز دعم لأن عندي عندي بني أساسية والنهاردة كل الأندية الكبرى لما بتيجي تنشئ أنا مش طالب دعم ترفيهي أنا مش طالب دعم علشان لا أجيب لعيبة أو أجيب لعب محترف أو أجيب مدرب لا أنا عايز دعم علشان أنا بنشئ الدولة ليها من خلال مؤسساتها زي الهيئة الهندسية وغيره وغيره ليها مستحقات لا الرعب الفعلي في كل مستحقات في موعدها والدولة كان أحد فلسفات الدولة أنا حدي لك في البنية الأساسية لك مش حدي لك في الأنشطة ولا الخدمات ولا الحاجات دي وإحنا موفين على هذا ولكن أيضاً عشان الجدية تبان أنا حبتكر برضو من الوسائل وحضغط بكل الوسائل إن أزاود داخلي وأنا بطلب الدعم مش مستني أنا بأخذ بالأسباب هذه ثقافة النادي الآلية أستاذ إبراهيم التي العالم ببتدى يشوفها وانتلمس هذا وإحنا في الإمارات الناس كلهم مستغربين من أول إنفنتين والحد أي واحد مسؤول في اللجنة المنظمة اللي بنشكرها جامد جداً على مبادلاته من جهود إنها تفي بطلبات كل الوفود اللي بوجودة بإعلامها بجماهيرها بي 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 في ظل ظروف الكورونا الصعبة ولكن البطولة حققت نجاح جماهيري غير مسبوك يعني أقول لك أنا لما تيجي طيارات بالشكل المكسف ده عشان بالميرس وقابليها نادي الهلال ولكن في النص يقاوح جمهورك اللي موجود في الإمارات واللي جايلك من مصر وإحنا فينا ماذا جينا عايزين برضو نتكلم عليها من الشباب اللي جاي من مصر وكان يرسل إلينا احنا رسالة التفاقل قبل المباراة صحيح ده كان مؤتمر مهم جداً حضراتك شفت وكلمة الكابت محمود الخطيف فيه اتحدث كمان الأستاذ وليد حسون رئيس شركة فاليو وعرض التصور العام اللي أكيد حضراتك تابعتوه واللي مهتم يعمل وضوية النادي الآلي أظن الفرصة لسه متاحة قبل بداية أبريل وارتفاع رسوم العضوية حسب ما قرر مجلس إدارة النادي لكن أعتقد الكلمة كانت شاملة سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية وحجم الإنشاء أن النادي الآلي في خلال أربع سنين يا جماعة يصرف مليار وستمائة مليون جنيه إنشاءات دي مسألة بتصب في خانة دعم المنشاءات الرياضية إزاي تقدر فعلا تسري الحركة الرياضية إنشائيا بهذه المنشاءات الضخمة الكبيرة اللي بتخلي مصر في أي بطولة تافي بكل التزاماتها أو بكل تنظيماتها وعلى أعلى قدر من المستوى وكان الإسناد المباشر للشركات أو للجهات السيادية في الدولة زي ما كابتن الخطيب قال ضمان سرعة التنفيذ ودقة التنفيذ وانضباط التنفيذ دي كانت مسائل ما هو الانضباط دي كانت مسائل مهمة جدا أعتقد لخص الكابتن الخطيب في هذه الكلمة